واخيرا الى العربي الجديد الخرطوم وتل ابيب علاقة خبيثة تفسد السلة الغذائية السودانية ينظر كثير من السودانيين الى العلاقة بين تل ابيب والخرطوم بانها علاقة خبيثة تهدف الى تفكيك البنية التحتية في القرن الافريقي ويؤكد البعض ان اسرار الجانب الاسرائيلي المدعوم امريكيا على تطبيع علاقاته مع الخرطوم يهدف الى السيطرة على الموارد المتوفرة بالمنطقة عبر دخولها الى السودان بحجة تنمية اقتصادها المنهك او ادماجه في العالم مرة اخرى كل ذلك في وقت يمكن ان تتجه الخرطوم الى دول كبرى لتحقيق منافع متبادلة دون اللجوء الى عملية التطبيع ففي يناير كانون الثاني عام 2021 اشارت اخر التقديرات الاسرائيلية الى ان العلاقة مع السودان من شأنها ان تساهم في دعم الاقتصاد الاسرائيلي حيث قال موقع غلوبس الاسرائيلي المتخصص في الاقتصاد في تقريره ان ارض السودان الخصبة ستؤتي اكلها بشكل مضاعف عند دخول التكنولوجيا الزراعية الاسرائيلية اليها توجد فرصة اقتصادية كبيرة هناك فالتكنولوجيا الاسرائيلية المتطورة المتعلقة بالزراعة وترشيد استهلاك المياه تثبت نجاعتها في اماكن كثيرة مثل مصر ودول افريقية مختلفة ويوضح الموقع ان السودان لا يزال في بداية التطور التكنولوجي وهذا يشكل فرصة كبيرة للشركات الاسرائيلية للدخول الى الخرطوم ولسوقها التي تنتظر مثل هذا التقدم يفسح مجالا لاسرائيل بالتقدم وترى القناة الثاني عشر الاسرائيلية ان السودان سيكون عبارة عن ارض خصبة للمنتجات الاسرائيلية المختلفة كما سيساهم التطبيع مع الخرطوم في دفع الاقتصاد الاسرائيلي من خلال السياحة المتبادلة كذلك جذب السودانيين الى السياحة الطبية في اسرائيل وتسابق تلبيب الزمن للهيمنة على مقدرات الخرطوم وهو ما يتجلى بزيارة وزير المخابرات الاسرائيلي إيلي كوهين للسودان مؤخرا الذي تحدث عن الاستثمارات بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية وانشاء مصنع للأسمدة والكيمويات بالخرطوم ليكون اول مصنع اسرائيلي يقام بدولة عربية او اسلامية